السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أما بعد فيا أيها الأخوة الأحباب أخ سألني عن رفع اليدين في الدعاء بشيء من التفصيل فسيكون لقاؤنا في الدقاغ المعدودة عن تفصيل المسألة في رفع اليدين عند الدعاء السنة وأرجو أن تفهموا معي هذه الكلمات أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا السنة في الأصل هي مصدر من مصادر التشريع بعد القرآن وسنة النبي صلى الله عليه وسلم إما أنها سنة قولية أو سنة فعلية أو سنة تقريرية يعني إيه؟ قول النبي سنة فعل النبي سنة سكوت النبي عن شيء رأى الصحابة يفعلونه فهذا إقرار منه بصواب هذا العمل هذه سنة تقريرية إقرار من النبي بأن هذا العمل صواب إلا فيما أنكره النبي على من يفعل أي فعل طيب يبقى احنا عرفنا قولية فعلية تقريرية يبقى كل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم فهو سنة نعمل بها على إطلاقها كما فعلها إلا فيما ورد فيه حكم خاص يعني إيه؟ يعني أحيانا هناك بعض المسائل يكون أو تكون السنة فيها عامة ولكن في هذا العام خصوص الخصوص ده يعني إيه؟ يعني الحكم العام شيء وفي بعض المواطن لها أحكام خاصة بس خاصة به طيب الأحكام دي جات من إين؟ من فعل النبي صلى الله عليه وسلم طيب إيه إيه لازمة الكلام ده؟ ده عشان نوصل به للإجابة على السؤال إن شاء الله السنة في الدعاء كما ذكرت أن يرفع العبد يديه عند الدعاء دي سنة لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن ربكم حيي كريم يستحي إذا رفع العبد يديه أن يردهما صفرا والثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يرفع يديه عند الدعاء حتى يظهر بياض إبطين وده ثابت كما في الحديث يبقى الأصل من السنة في الدعاء رفع اليدين عند الإيه؟ عند الدعاء طيب رفع اليدين هل الحكم هنا عام عند الدعاء عموما يعني في كل الدعاء؟ آه في كل الدعاء هل تم مقرون بوقت معين؟ لا بس اللي ورد في السنة هو الترغيب في أوقات معينة فالإنسان يدعو الله سبحانه وتعالى في أي وقت في أي وقت عايز يدعي ربنا؟ ادعي ربنا سبحانه وتعالى لما قال الله وقال ربكم ادعوني أستجب لكم لم يحدد وقت ولا زمان ولا مكان للدعاء بل رغب النبي صلى الله عليه وسلم في أوقات يستحب فيها الدعاء تحريا لمواطن الإجابة إن بيكون الدعاء فيها مستجاب كما ذكرت في مواطن إجابة الدعاء أو في أوقات التي يستحب فيها أن يكثر العبد من الدعاء بين أذن والإقامة في السجود عند نزول المطر والحاجات ذكرتها أهب لكذا إن شاء الله بعد كذا قلنا إن الثابت أنه كان يرفع يديه عند الدعاء إذن العبد يرفع يديه عند الدعاء في كل الأحوال إلا فيما ورد من مواطن الدعاء التي لم يرفع فيها النبي صلى الله عليه وسلم يده يبقى في حكم عام إن من السنة رفع اليدين عند الدعاء إظهارا للخشوع والخضوع والإفتقار والتذلل للملك سبحانه وتعالى ولكن يستثنى من هذا حكم خاص ما هو هذا الحكم الخاص؟ هو رفع اليدين للإمام أثناء خطبة الجمعة هل يجوز أم لا؟ لا يجوز ليه؟ لأن ذلك لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ما ثبتش عنه هالدليل يقول إنه رفع إديه في أثناء الخضب خد بلك إحنا هترق من عام لخاص لما هو أخاص فالثابت إنه كان لا يرفع يديه في أثناء الخضبة طيب مالكا بيعمل إيه؟ كان يرفع السباب هكذا هكذا كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم وهذا هو الثابت عنه أنه كان يرفع السباب هكذا والمصلين طيب يعملوا من ورائه يرفعوا إيديهم؟ لا طب هل فعل الصحابة ذلك؟ لا لم يفعلوا ذلك الصحابة لم يرفعوا أيديهم عند دعاء النبي فقط خد بلك من القيد فقط في أثناء خضبة الجمعة فقط ولو كان فيها شيء لأرشد النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة إليه لو كان الأمر ده في شيء كان النبي يرشد الصحابة أنهم إيه؟ يرفعون أيديهم عند الدعاء في الخضبة الخضبة الثانية من خضبة الجمعة معايا؟ يبقى يرفع يديه الإمام عند الدعاء في أثناء خضبة الجمعة وهذا هو الثابت ولم يرفع النبي صلى الله عليه وسلم يده في خضبة الجمعة إلا عند الدعاء بالاستسقاء حينما كان يقول اللهم اسقنا الغيث اللهم اسقنا الغيث اللهم حوالينا ولا علينا هو ده الثابت عنه أنه كان يرفع يديه في أثناء خضبة الجمعة فقط عند الاستسقاء عند طلب نزول المطر من السماء بس هو ده الثابت عنه وبعد ذلك ما فيش رفع إيديه طيب المصلين الجلسين يعملوا إيه يرفعوا دهم في أثناء الدعاء برضو لا إلا لو كان الدعاء للاستسقاء ده ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه عند الاستسقاء فقط طيب جزئية تانية بقى خلاص كده الحكم واضح بتاع خضبة الجمعة تعالى بقى الجزئية تانية اعتادها كثير من الناس وهي رفع اليدين بعد الانتهاء من أذكار الصلاة بعض الناس بعدما يخلص أذكار الصلاة يرفع إيديه ويدعي طيب أي حكم المسألة دي؟ هل يدعو عقب الأذكار ولا لا يدعوه؟ طيب إن دعا هل يرفع يديه عند الدعاء أو لا يرفع يديه؟ للعلماء في المسألة دي قولان لهم فيها قولان أو رأيان الرأي الأول بأنه لا يجوز رفع اليدين عقب أذكار الصلاة عند الدعاء أو الدعاء بعدها بمعنى إيه؟ إن أغلب الناس اعتاد إنه بعدما يختم الصلاة يوم يرفع إيده ويدعي فقرن الدعاء بالأذكار خذوا بالكم معي انتبهوا معي إنه قرن الدعاء بالأذكار فهنا علشان النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك ومن هنا استدلوا بأنه لا يجوز ذلك بل الثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه للدعاء بين الأذان والإقامة ولم يدعو عقب الانتهاء من أذكار الصلاة فهنا استدلوا بالدليل ده إنه رفع يديه بين الأذان والإقامة ولم يرفع عقب ختم الصلاة لما ختم الصلاة لم يرفع يديه ويدعي الرأي الثاني رأي يجيز الدعاء عقب الأذكار ويجيز رفع اليدين ولكن هنا في المسألة في وقف الذين أجازوا رفع اليدين والدعاء عقب الأذكار مباشرة أجازوها على أن الدعاء أخذ بالك من الحتة دي على أن الدعاء عبادة مستقلة الدعاء هو العبادة يعني هو خلص خلص الصلاة وخلص أذكار الصلاة وكده هو ختم أذكار الصلاة بعد كده هو بينتقل هو هنا بقى في وقف هنا أنه لا بد لهذا الدعاء من أنه يحدث نية جديدة إيه النية الجديدة دي؟ هي نية تجديد العبادة بهذا الدعاء إننا أدخل في عبادة جديدة ألا وهي عبادة الدعاء حتى لا يكون هناك ربط بين الدعاء في هذا الموطن وبين ختم إيه أذكار الصلاة أخذت بالكم معي من المسألة دي لو عاوز يدعي يجوز له أنه يدعي ولكن بشرط أنه يجدد النية أن هذه هي عبادة مستقلة ويا حبذة لو لم يفعلها بالاستمرار حتى لا تصبح واجبة حتى لا يصبح هذا العمل في حكم الواجب أنه بعدما يخلص يدعي أنه بعدما يخلص الأذكار يدعي لا يغير من وقت إلى آخر مرة يدعو ومرة لا يدعو وإن أراد أنه يدعو يبقى يدعو على تجديد بتجديد النية في أن هذا الدعاء هو عبادة جديدة يتقرب بها العبد إلى الله سبحانه وتعالى ولا سيما إن كان هذا الدعاء عقب العمل الصالح كالصلاة أو ختم أذكار أو ختم الصلاة بأذكارها خدت بالكم من المسألة دي يبقى نفصل في المسألة الدعاء عقب الأذكار على أنه عبادة جديدة وليس عبادة مقرونة بأذكار ختم الصلاة أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن يعلمنا ما جهلنا وأن يتقبل منا صيامنا وقيامنا وصالح أعمالنا إنه ولي ذلك ومولاه أقول قولي هذا وأستغفر الله